اشتركوا في القناة سبحان الله منتعود عليه لنا صباح الفل اكيد شعور صعب لانه نصف عيلتنا صايرين بالغربة حتى نحن مريو معصولة اخي في الغربة ربي يعينه ويرجعه بالسلامة محمد ريزا نجم اكيد ما حلو الشعور انه الواحد يكون عنده حدا بالغربة يعني كل شخص مننا في عنده حدا بعيد عنه تفاصيل يوميتنا ما عم بقدر يتبعه ونحن تفاصيل يوميته ما عم بقدر يتبعه شغلي مانا سهلي ابدا وما بتفرح ابدا ان شاء الله الله يلم شمل كل العيلي وخاصنا هلا نحن بفترة الاعياد الكل بيرجعوا والمغتربين بيرجعوا والعيلة بتجتمع شاء الله يكون كل قادرين انه يجتمعوا بهالفترة على القليلة خلينا نحكي مع تانيا وموضوعنا اليوم التواصل خلال فترة الاعياد كيف فينا نستمتع فيه صباح الخير تانيا صباح النور نحن بنحكي دايما عن الايجابية ونحكي عن تجربنا اليومية لازم تكون بايجابية ولازم تكون الصورة والافكار اللي براسنا ايجابية لانه عادة افكار بتترجم لوقائع اذا نحن منصر عليها واذا كانت لأفكار سربية كمان بتترجم لسربية بقى الاحسن انه دايما نفكر بايجابية وخاصة خلال فترة الاعياد النصائح نحن بحاجل علا تفضل كتير فترة الاعياد جوزاف يلي احنا هلأ نعد انه دخلنا بأسبوع الكلايمكس او أسبوع الاعياد اذا بدك هني أسبوعين ورا بعضهم قريبين عبعضهم وانه دويهم بالعسلامة الله يسلمك مرتي كانت رحلي كتير حلوة على فكرة وبالتالي فيتينها فترة المشاعر فيها كتير بتضارب بدنا ايها تكون فترة كلها فرح ولكن الفرح هيك على عشر تيين فرد صحبة ما بيزبط دايما فيه بالنهار الاصير فرح ضغط سترس عزعل حزن بنرجع بسط تتنوع غضب تتنوع حاسيسنا وبالتالي كيف فينا نقضي فترة هالاعياد قد ما فينا بميندفلنس او بحالة حالة عقلية ونفسية مرتاحة صحيح الضغط اللي بيعملوا العيد اي عيد هو ضغط نشتري الهدايا ضغط نحضر الطعام ارض الكلب اللي بدي اعمله بالاكل تكون عم برض الكل او الهدايا تكون هدايا مفيدة او بيحبوها الى ما هنالك اقدر اوصل عند اقاربة اقاربة يجوا من السفر بعدك عم بتقول السؤال اليوم هو عن الاغتراب يعني انه جايين او مش جايين اذا مش جايين مرح يكون العيد فرحته كبيرة يعني اذا حدا ناطر ليقضي وقت مع عيلته واجزق من عيلته ما اجا رح يقطع مراحل فيها صعوبة يعني بالعيد وما عدا هيدا بلا ما نذكر اكيد بعد في كتير اشخاص فترة العيدي فترة حزن لانهم مثل ياللي فقد عزيز عقلبه بهالفترة بتكون هالسنة كل سنة تذكير لما بيشوف فرح الناس بيزيد حزنه يعني خاصة اذا فقد شخص من فترة قريبة فيه ناس ما بيعيدوا ما عندهم مين يعيدوا معه يعني فيه ناس لحالهم فالعيد منه فرحة كل الوقت مية بالمية لكل الناس مشاعروا متناقضة فكيف فينا نعيش هالفترة بشكل هيك حالة نفسية جيدة اول شي نعملو لما بنجتمع مع بعضنا واذا فينا نجتمع مع بعضنا نستعمل الاصغاء الناشط على طاولة على مائدة الطعام بالاعياد وعلى اللقاءات العائلية اجمالا ما بنعود نسمع بعضنا كل الوقت ومنلتهي بيصير اذا كمان العدد كبير بتلاقي اتنين قاعدين لحالهم هون اتنين قاعدين لحالهم هون مع انه مجموعين او حدا زهي بيطلع نتفي بيبتعد بيطلع على بره لان راعد فيه اتنين قاعدين لحالهم هون اتنين هون كتير منيح يعني بيكون قاعدين على سللير اه ما يعين عليك سبقتك سبقتني لانه الاصغاء الناشط هو مش بس انه مش ضل مع نفس الشخص كل السهرة لا اصغل الكل اللي عم بيحكوا اوقات رح يقطع قصص رح اتثقف مننا واتعلم مننا عن الاخر وعني اللي بيحسوا الاخر وكيف بقدر اعمل هالشي اذا انا لقى الديبايس بين ايدي وعم بتواصل مع المش شايفه لا هي الهدف هو ان نتواصل ونتقرب من العائلة اللي احنا بعدها صحيح وهيدا ظرف ما بيصير كل يوم هيدا بيصير بالمناسبات يعني اوقات مش كل الناس قدرة كل يوم تتواصل مع افراد عائلتا وتسمع همومة وتسمع شكويها وتسمع افراحة وتسمع اطراحة لما منكون بهالجمعات الخاصة بالعيد الاصغاء الناشط بيعني اتخلى عن يلي بيلهيني الاولوية مش ليلي عم على تليفاني لاصدقائي وللابعاد الاولوية هي لهيدا الشي اللي عم بيصير هون فبدي اترك الديبايسز اكيد اوقات فيه ايش شيك اذا بدأ قلي حدا تليفان او حدا عيدني بعيده ولكن انه خاصة الشباب والصبايا الصغار بالعمر يعني نعودهم انه الوقت العائلة ووقت العيد هو وقت لقلنا هو وقت سمين يمكن بكرا ما يتكرر نعم يمكن بكرا ما يتكرر ما نكون هون وبالتالي تركوا التليفيزيوناتكن تركوا تليفوناتكن تركوا الكمبيوترات بهاللقاء وتواصلوا نرجع نتواصل مع بعضنا بشكل بناء ونصغل بعضنا بشكل ناشط صحيح تاني شي نقدر نعمله هو انه ننفتح على مشاعر الاخرين اوقات كتير على لقاءات العائلية بالاعيان بصير فيه ناس عندها اوقات مشاعر متضاربة مشاعر تقول انه ليه عم تحكي عن هالموضوع هلأ انه شو جايب ما جايين نم بصيت او الى ما هنالك حدا بيكون رايح بتفكيره بطريقة يمكن اوقات سلبية او رجع تذكر او جاعه او الى ما هنالك كون حساس على مشاعر الاخرين دون ما تخليها بدون ما نخليها اكيد تسيطر على اجواء العيد ولكن لما حدا عم يقطع بمشاعر متناقضة او مشاعر ما بتعجبك انت او بتعجبك انت بفترة الاعياد ما نكون مغلقين عليها ما نكون بدنا نكشحها بدنا نطلعها بدنا نفللها هيك بلا ما نسمع له لا بالعكس نسمع له ونقطع هالمرحلة لانه ما في شعور بضل مية بالمية كله يمكن هلأ انت تكون بفترة تذكرت شي وحزنت بليلت العيد بعد خمس دقايق انخبرك شي تاني تنبسط تصير بشي بمكان تاني تنسى شوي همك الى ما هنالك فاذا كمان خلينا نكون منفتحين على مشاعر الاقرباء وكمان على الابعد يعني يمكن اصدقاء الابعد العيد لقالهم منه ذكرة كتير فرحة بلا ما انا نقص من فرحة بالعيد مش انه ييه لازم نحزن لانه بعضنا حزنين لا بس كون منفتحة كمان وكون متعاطفين لا في يخفف عن اللي عنده حزن بطريقة الخاصة بانه ما تكون سميع ناشط يعني اهم شي الانسان يكون جود لسنر ابسلوط لعنا دايمتين وتم نرجع من اولى دايما دايمتين فقط للاصغاء يعني لازم نسمع مرتين اكتر من انه نحكي الثالث شغ接ى نعملها مش مس نفتح على مشاعر الاخرين نفتح على مشاعرنا اوقات اني التهي مثلا اذا انا العيلة عم تتعش عندي بانتهى بالطبخ ودي قرض الكل ودي لحق الطبخ keys ودي سخن هاي وليزم يكون نحني وعم يأتعشوا انا عم بعمل الحلو بالفرغ وررررررررر رم بركض اوقات بنسى انه انا مشاعري اقاطع بشيء بطلعه من رسمي انه هلا مش وقته بدي ركز هون لا انه اتصالح مع اللحظة اللي عم بقطع فيها يمكن انه قاطعة بلحظة حزينة او ضغطة نفسيا او شي مش بس لنفتحها الاخر بدي كمان اشعر معها يعني انا اذا عملت سهرة ببيتي انه مش بس اقول انه انا عم بستقبل واهتم بضيفي لازم اهتم بنفسي لتكون هاللحظات بعدين ذكريات حلوة واذا بدي كررها كررها بمحبة لان عم نخلق الذكريات بها الليالة لما بنعمل هيك لقاءات منكون عم نخلق ذكريات وبالتالي الذكريات فيها الحلو والمرو فيها المتعب وفيها الحلو ما رح نتذكر بعد عشر سنين انه يا دلني وقفت ثلاث ساعات على طبخة رح نتذكر بعد عشر سنين انه انه اجتمعنا بهاليين يعني هيك بتصير عدد كمان اذا عم بيقطع فيه اذا مشاعر متضاربة او متنوعة او حدا مثلا حكي كلمة عالطولة يا الله هلأ اعتلت هم كيف بدي غطع هالموضوع خليني اتصالح مع هاللحظات بيقطع فيهم لانه رح نقطع فيهم ما في عيد هيكي مبكة اللي بيجي كله باكت جديل فرح طعام لذيذ الكل بيبسط فيه مش موجودة ما فينا ما في شي مية بالمية صحيح بفترة العيد يمكن اكتر فترة لازم نتواصل بيعطف مع الاخر لانه العيد بيذكرنا بالجزء الحلو فينا بالجزء الانساني فينا تعفعي الشغلة مش بس لنفيد الاخر منفيد نفسنا يعني نحن منحس بها السلامة الداخلة طبعا انا بحاول فكر فيها عما درسني مش بس لفترة العيد اكيد اذا فينا اكيد يعني هيدا السلامة الداخلة اللي بنتقل للخارج وبيعكس على الاخر وبيعكس على حالنا يعني وعلى نفسيتنا على وجهنا على صحتنا كل هالامور هيده بتأثر يعني ربنا طلب مننا نساعد الاخر او ربنا طلب مننا الالتفاة او عند اه الاخوان المسلمين الزكاة عند الاخوان المسيحية مساعدة الفقير يعني عن يعني كل هوده بتعود منفعتها لانها شخصيا لانه اسمى درجات الفرح عند اي كائن بشري والعطاء والعطاء واصبت مش بس بالديينات اصبت كمان علميا علميا نفسيا انه لما بتعت من ذاتك او لما بتعت من وقتك او لما بتعت من املاكك للاخر من فلوسك من غرادك الى ما هنالك هيدا قمة الفرح لما بتساعد انسان على اجتياز الطريق بيكون في تارجت بيكون في سبب لوجودك هذا اللي دايما نبقوله ياريت منتذكره مثل ما عم بتقول كل السنة مش فقط بالأعياد لانه عن جد هيدا مصدر فرحنا نعم انه نعطي من ذاتنا للاخر يمكن يكون معي قرش بجايد صحيح بس انا عم بس ينتبه غير ميح مش بس انه نعطي انه الماديات اللي معتل فيكم تعطوا من وقتكم تعطوا من عطفكم تعطوا من احساسكم صح هيدا العقومي كما معنا ولا ارش والمشاركة مع اي حدا تعرفوه هو اهم شغلة بالعيد وهيدا فترة الاعياد جوزاف بتساعدنا نستذكره فخلينا نتذكر يعني ما نخلي فترة العيد تكون فترة ضغط بدي ادفع هدايا كتير او بدي اعمل اكل كتير او مين بدو يجي مين ما بدو يجي اي ساعة هيدون رح نقطع فيهم ما في مهرب نعم ولكن ما نعلق فيهم لانه فرحة العيد هي كمان بالعطاء بالعطاء المجانة من ذاته نعم نتذكر انه بهالمرحلة من السنة اصطق ما فينا وقطيب ما فينا من بشر خليه يطلع ما نغرق بالامور اللي بنعملها كل سنة فقط بواج بيتنا نغرق كمان بانسانيتنا كمان فترة العياد يمكن هي فرصة انه نطلع من الحكم على ذاتنا وعلى الاخرين الاحكام المسبقة صحيح توقعاتي من حالي السيئة او الجيدة وتوقعاتي من الاخرين السيئة او الجيدة هي هلأ الفترة انه اطلع منها وانه اتواصل بشكل بالناء مع الاخرين اتذكر طبيعتهم الطيبة لو قد ما انا متخانقة معك بها الفترة بدي اتذكر انك انت جوزاف الانسان اللي عندك نفس حاجاته نعم وانا تاني اللي عندي نفس حاجاتك و احكام المسبقة يمكن مبنية على غلط يمكن مبنية على شيء صح بس مش وقتها نعم واذا ما بنية على غلط هيدا يمكن الوقت اني نصحح انا وياك يعني هون كله بيقع بخانة ال او الامنيات العام يعني دائما امنياتنا تكون صح كيف ننبلش سنة جديدة او فترة عيادة جديدة مية بالمية وكمانا ما ننسى دائما انه 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 نوفق بين يجب ان و احب ان يعني علي انه اعمل كذا وكذا وكذا بس عباني كذا او كمانا انا لازم ارتاح لازم اطبخ مش غلط انه تعاملوش وتحبوها اهم شيء كل يوم كل يوم تعاملوش شغل انتو بتحبوها هيدا تستمروا اهم شيء انه تذكر عندي ويش باك بس عندي حقوق نعم عندي حقوق اني ارتاح عني حقوق عندي حقوق اني امبسيط نعم فرحة العيد مش بس بقدمها بدي اخدها نعم لازم اخدها وبالتالي اتعاطف مع حالي مش بس اتعاطف مع اللي حولك انا بدي تشكرك تانيا دايما هيك بجيبين لنا الاجيبية اللي انا بدعي لها كل النهار يعني وتختميها بفقراتنا كمان وبتأكدي على الموضوع والحق اللي انا عم بحكي من خلال ابحاثك ودراساتك اللي بتعمليها دايما عن هالمواضيع حيدي شكرا بنشوفيك انقالراد يوم تاني الخميس انا مين اوه انا الخميس فازن مع تمنياتنا لقلكم بكل ايجيبية التواصل سليم مع كل افراد العائلة وتكون الجامعة حلوة خليها تكون الجامعة يعني تمينة يعني تكون القاعدة حلوة تتذكروها بذكريات حلوة مش غلط ابدا خلقوا الجو الحلو انتو فيكن تخلقوا الجو الحلو انتو فيكن تعملوا شو بتحبو انتو بتخلو كل حوليكم كمان يكونوا فرحانين وابسوطين والتواصل معكم يكون ايجابي جدا برايكم نرجع خليكم معنا شاف ابا ما يخد برايك سمعت شو قالت تانية من شوي حدا ياخد لي شاف قالت كتير ها شي من هالالتا قالت عنا داينتان وتم واحد يعني لازم نسمع مرتين اكتر ما نحكي اه هيك ساريد اخدت النصيحة اه اخدت بس طبق حكم الشغل جزيف لازم نشرح للمشاهدين عشان هاي برايكم نرجع عند الشاب